بالتالي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم عن بعض الأخبار اللي بتتعلق بالفرقة واللعابين وبالتحديد بعد سلبية مسحة عدد من لعاب النادي الأهلي اللي كانوا مصابين بفيروس كورونا يعني خلاص تم الإعلان رسميا عن شفاء كل من محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهرباء وكمان رامي ربيعة من شوية كان أعلن من خلال ستوري انستجرام وحسابه الرسمي انه تم شفاءه رسميا من فيروس كورونا وان عينته أصبحت سلبية فبالتالي بعض اللعابين اللي بيعودوا واللي بيمثلوا إضافة ممتازة وقوية جدا في صفوف الفريق أمر غاية في الأهمية وأمر جيد جدا فحمد الله على السلامة لهم كلهم مش نقص لنا كده غير مين غير عمر السلية ومروان محسن عمر السلية واضح ان هي مطولة معا شوية احنا عندنا مثلا زي أليو ديانج كده طولت معا شوية برضو واضح ان هي مستقصدة لعابة وسط الملعب فان شاء الله بإذن الله السلية يعود سريعا هيبع عنده مسحة أخرى نارضة ده اللي كتبه رامي ربيع على حسابه على انستجرام وبيعلن شفاءه من فيروس كورونا وان عينته أصبحت سلبية بيقول الحمد لله نتيجة سلبي شكرا لدعوتكم حمد الله على السلامة رامي وحمد الله على السلامة كل من محمد هاني وأكرم توفيق وأفشة وكهرباء واضافة قوي جدا لصفوف النادي الأهلي خلال المباريات المقبلة ما عرفش بكرة هيكونوا جاهزين من المباراة ولا لأ ده هنعرفه أكتر بعد شوية لما نروح للتيتش ونتطمن على كل الأخبار اللي بتتعلق بالفريق قلت الحركة على عمر السلية عنده مسحة النهاردة مسحة جديدة ودي نتيجتها تطلع بكرة أو حاجة ونعرف من خلالها نتيجة المسحة وهل يستطيع عمر السلية لانضمام للتدريبات النادي الأهلي ولا نتمنى له الشفاء سريعا هو مروح محصن بكل تأكيد لأنصرين مهمين جدا في صفوف الفرق الفرق